مع بلوغ فصل الصيف ذروته سجلت الحرارة درجات قياسية تخطط الخمسين درجة مئوية منعكس بالتالي سلبا من حيث مضاعفة الأحمال الكهربائية على الشبكة رافقتها انقطاعات للتيار في بعض المناطق تصدت لها وزارة الكهرباء والماء أول بأول وأعادت التيار للمستهلكين هناك أجهزة تقوم بنقل المعلومات من محطات التوليد ومحطات التحويل إلى مركز التحكم هذه المعلومات هي معلومات آنية تنقل كل ما يحدث في الشبكة الكهربائية إلى مركز التحكم على ضوء يقوم مهندسين النوبة في غرف التحكم بأخذ الإجراء اللازم عن طريق إبلاق الجهات المعنية سواء في شبكات النقل أو التوزيع أو المحطات التوليد على ضوءهم يقومون بالصيانة اللازمة ومعالجة العطل وإعادة المعدة للخدمة في أسرع وقت ووفق الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والماء فإن المسئولية مشتركة بين الوزارة والمستهلك في التصدي للأحمال الزائدة والتخفيف من الانقطاعات من خلال مبدأ الترشيد وسياسة التوفير في الاستهلاك الترشيد يتم عن طريق الاقتصاد في تشغيل المعدات اللازمة يعني أنا أجهزتي في البيت أشقلي اللي أنا أحتاجه واللي محتاجة لا تشغله وخاصة في فترة الحمل الأقصى اللي هي من الساعة ثنتين للساعة ثلاثة هذه فترة تسجيل أقصى حمل للشبكة ككل فمساهمتهم مساهمت المستهلكين أن فيها الفترة بس وتأخذها على شكل دائم أنك ما تشغل الأجهزة اللي أنت مفهاجة لها يعني التكييف في غرفة ما فيها أحد تقليل إضاءة يعني مثل هالأمور تساعد في تقليل الأحمال على حمل سجلته وزارة الكهرباء والماء حتى الآن وصل إلى ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وأربعين ميجاواط والوزارة تتوقع أن تتخطى الأحمال المسجلة هذا العام الأرقام المسجلة في الأعوام الماضية جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت